أنيميا الخلايا المنجلية ساكلس الأنيميا فقر الدم المنجلي هو اضطراب وراثي للهيموغلوبين في الدم أي ينتقل عن طريق الجينات من الآباء إلى أطفالهم وليس معدياً بمعنى لا يمكن التقاطه من شخص آخر والآن هل تعلم ما هو سبب حدوث هذا النوع من الأنيميا؟ ينتج الجسم خلايا الدم الحمراء الطبيعية وتكون مارنة ومستدير تتحرك بسهولة عبر الأوعيات الدموية لتحمل ما يكفي من الأكسوجين للجسم كله ولكن تحدث أنيميا الخلايا المنجلية نتيجة طفرة في الجين الذي يحث الجسم على إنتاج الهيموغلوبين مما يتسبب في جعل خلايا الدم الحمراء جامدة ولزجة وتتشكل على هيئة مناجل أو هلال وهذا الشكل غير المنطظم يؤدي إلى تعثرها وتعلقها في أوعية الدم الصغيرة وهو ما قد يبطئ أو يسد تدفق الدم لأجزاء الجسم كما أنه عادة ما تعيش خلايا الدم الحمراء لما يقرب من 120 يوما قبل أن يتم استبدالها ولكن بالنسبة للخلايا المنجلية فتموت في فترة تتراوح بين 10 إلى 20 يوما تاركة الجسم بدون كمية كافية للدورة الدموية من خلايا الدم الحمراء وهذا ما يجعل الأنيميا ساببا في الشعور بالتعب أما بالنسبة للأعراض فهي كالتالي أنيميا الخلايا المنجلية هي أحد الأمراض المزمنة التي تلازم المصاب بها طوال حياته لكن يمكن التعايش معها والتقليل من حدة أعراضها تشمل الأعراض الأولية لها أعراض الأنيميا العادية وهي شحوب البشرة التعب والإرهاق آلام شديدة مشاكل في الرؤية تورم مؤلم للقدمين واليدين نوبات ألم مزمنة تكرار الإصابة بالعدوى البكتيرية تختلف الأعراض من شخص لآخر وتتغير مع مرور الوقت وتتمثل خطورتها في المضاعفات التي يمكن أن تسببها كتجلطات الدماغ وجلطة رئوية حادة والتي تسبب الوفاة في الغالب